ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون اتنين العدس ده العدسي طلع ورقة أنا مش هتغلفتها عشان تقعد كده خمسمية سنة ما ما تتقطع عمان دي عرفتها الورقة دي تدلع على الخزي والعار للعدسي ده عشان ما يجي وغشك هنا تسألوا من عبد الحي يقول لك عبد الحي سروري فاين تسابون انت تردين احنا لينا احنا يعني ولا لي الله ايه لي فاين تسابون انت بتتحدى منه يعني وينك في الخرطوم ما قعد تقول سروري ليه عبد الحي في دين خرطوم دين عاصمة وفي دين تيبيب براو كمان الدين ده ما واحد انت ما تقول الكلام ده هناك جان عبد الحي يجظمك قوله هناك وإن اللي تقوله يسجلوه تقول لزول السجل اوه عك تنشروه ده ياتو دين ده يا ناس ها شجل صور عبد الحي مبتدع يا اخي عبد الحي يا عدسي لا يمللك موت ولا يمللك لك حياة ولا يمللك لك بعث ولا رزق ما يمللك لك حاجة يا اخي مخلوق ضعيف ومبتدع كمان انت خائف من شنو انت مجنون ولا جنون ده العدسي طلع له ورقة اسم المنافحة اوه دي موقع تعيد كتبه ابوانا شمس الدين خلاف الله وده كان انصار سنة وما زال مع المركز العام والان انصار سنة وسروري لانه وشال لعملة واحدة زي الفانيلة والشرطي للعب الكورة انصار سنة وسروري وشال لعملة واحدة فوق سروري تعت انصار سنة واحد بيمشي طيب جامعة القرآن الكريم هو راجعه وأوصى بنشرها فضيلة الشيخ عبد الحفيظ العدسي في ورقة ذات وراجعها انا ما اريد دي ورقة ولا مجلد الورقة الورقة العفينة دي راجعه وقال واوصى بنشر العدسي الورقة دي شنو بيدابه عن واحد مبتدع ضال سروري ماشي مع السرورية ومع التكفيرين قال له محمد الامين اسماعيل مدح سيد غطب مدح عبد الحيوسف مدح الاخوان المسلمين يكثر حكام المسلمين قال للتواغيط وقال للشجرة الغرقة وقال حكام المسلمين صنيعة اليهود نفس العقيدة بتاعت منها جماعة من التنظيم حقهم والآن محمد الامين اسماعيل ده نائب رئيس منها جماعة عنصار السنة نائب الرئيس شفتها كيف وشغال مع السرورية ليه يضنينه ليه يضنينه وانا مشيت نصحته اتناشر بالليل في البيت يا دكتور محمد الامين اسماعيل الله بيسألك يوم القيامة من مشيك مع التكفيرين والسرورية من مشيك مع الالبضع السرورية عبد الحي محمد عبد الكريم غيره اتقي الله اتقي الله ساكت دنقا راسه او اقال ليه غلط ولا صح نزلت مشيت بكرة مشى معهم تاني عملنا اللي علينا عرفتا كلامي طيب ردينا عليه في شريط موجود في النت في اليوتيوب بنجيب كلامه وحمد الامين اسماعيل قال حكام المسلمين طواغيت كفر حسني مبارك قال ده فرعون مصر وقال حكام المسلمين طواغيت كلهم وقال حكام المسلمين صنيعة اليهود شجر الغرقة ومدح سيد قط الذي شتم الانبياء سيد قط الذي شتم نبي الله موسى سيد قط الذي شتم نبي الله داود سيد قط الذي شتم نبي الله سليمان عليهم الصلاة والسلام سيد قط الذي فرح من الذين قتلوا عثمان ابن عفان ذنورين رضي الله عنه ده سيد قط سيد قط الذي انكر العرش وانكر الميزان سيد قط الذي قال بعقيدة وحدة الوجود كما في تفسيري لصورة الاخلاص المجلد السادس من ظلال القرآن فردنا على محمد المين اسماعيل بالكلام دا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلماء وجبنا كلامه محمد المين اسماعيل ذاته بصوته هو ذاته ما قد الرد للليلة كم سنة العدس طواله معه ابو انزة طلعوا الورقة دي ورقة خبيسة ورقة معفنة جدا باطلة دافعوا بيه عن محمد المين اسماعيل عليك الله اقري لكم الورقة كلها قال فضيلة المنافحة قال يسيمة يعني بدافعوا لي منو؟ الحمد المين اسماعيل قال فضيلة الشيخ الدكتور محمد المين اسماعيل ايوب من جماعة صالصون المحمدية دا الدفاع بتاهم نشأ وترعرع وتربى في احضانها ورفيقي على الطريق اها يعني في شون يعني؟ على طريقة دعوة منذ بواكر التمانينات الف وتسعمية اربعة وتمانين التقيت في مدينة الشند التاريخية الاسرية شو الورقة دي فيها فائدة؟ انا بسألك بي الله اقرالك لن يصبر طلع لي فائدة واحدة الاسرية حيث كان يسكن مع خاله الفاضر رحمه الله ويدرس في مدرسة الشند الاهلية السانوية لا ما فاهم عليك تلقى دروسه المنهجية والعلمية والتربية في دار الجماعة بشندي مربع واحد عن مشايخ الدعوة هناك ومنهم وأبرزهم فضلة الشيخ جعفر محمد علي وفضلة الشيخ عبد الحليم محمد البشير وهما على قيد الحياء هم كتبين الحياء بل همزة راجع العدس بل همزة الحياء همزة على السطر الحياء دا من الاستحياء يعني وهم قضين على قيد شنو؟ الحياء فيها شنو؟ النازل دهرين يدرسوا املة من جديد العدسة يوقعت هنا ندقى لهم رصاص ينبرش هنا ندقى لهم رصاص يدرس املة راجع شنو؟ اقرأك هذا هو دهاتم الموضوع قال والكلام جايك قال وفضلة الشيخ احمد الطيب عليه رحمة الله ثم رجع الى اسرتي بام درمان بحي العمدة والتحق بمسجد الجماعة بالحارة الاولى في فايدة هنا؟ ويس بالحارة الاولى واخذ يتلقى العلم عن فضلة الشيخ والعالم النحرير ابو زيد محمد حمزة وتأثر به كثيرا لا سيمة بالخطابة ثم التحق بالجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية ثم عاد في اولى التسعينات لواصل دعوته فالرجل لا علاقة له بجماعة الاخوان المسلمين دي النتيجة سافر شندي ومشى المدينة وجوم دو بكرات بالتالي ما عندو علاقة بجماعة الاخوان المسلمين حس دا كلام عندو علاقة بالكلام دا يا ناس سافر شندي يعني شنو يعني شنو يعني ومشى المدينة يعني شنو يعني عبدالله ابن ابي ابن السلول دا كان قاعد وين انت قالو كان قاعد في مبادة ما كان قاعد في المدينة دي يعني شنو كلام دا قلب وبالتالي يعني مشى شندي وقارى وين وقارى في مدرسة شندي الاهلية السانوية وفي دار الجماعة بيشندي مربع واحد وفي سنة 1984 وعلى غيظ الحياة الحياة زي ما هو قال ده ده أدلة على إنه ما من جماعة الأخوان المسلمين ولا نعايل لي منهجوا عبدالله إسماحيل تابع لي سيد قطب سيد قطب ده تابعين الأخوان المسلمين مكاشفة في ما يبدر من أخطاء من بعضهم وليس المشاهرة والمفاضح والمشاتمة كذب ما قاعدين يردوا علينا سعى قاعدين يردوا ويطعنوا لم تقولون ما لا تفعلون يا عدسي لم تقولون ما لا تفعلون ده كذب يا ناس واحد اثنين أول حاجة كونك الرد العلني تسمم مشاهرة ومشاتمة ومفاضحة ده كلمات باطلة وفطفاضة يا جاهل يا عدسي ويا أبو أنس يا جهل أدلة لمن تجبع واحد النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى قوم فقام خطيبهم رسولة وفقد غوة قدام الناس وأهل ذاتهم القبيلة هل ذي مشاتمة ومشاهرة ومفاضحة وا 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 يا عدسي ده دين يا أخي أنت لو ما بتفهم الدين سمخشمك سمخشمك وقل كسرتك وتخارك ده دين الله ما فيه لعب نحن لما نرد على البرع دي ما مشاتمة لما نرد على محمد اللي من إسماعيل دي ما مفاضحة ولا مشاتمة لما نرد على أي زول على باطل ولو كان أنصر سنة ولا أنصر مهدي ولا جنح مجكو ده دين الله ده دين الله أفهم الكلام ده كويس أفهم الكلام ده كويس اتنين النبي عليه الصلاة والسلام جوه نفرين لاري خشه عليه والصحابة قاعدين قال إن فلانا قدام الصحابة قدام الناس وفلانا لا يعلمان من أمر ديننا شيئا قدام الناس هل ذي مفاضحة ومشاهرة ووا وا 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 ده دين عشان كده ابن تيمية قال الضابط في الكلام ده الزولة اللي بيعمل معصية بينه بين ربه ما تفضحوا قدام الناس أنصروا بينك وبينه الزولة اللي بيركب منبر أو يسجل شريط أو يقول قدام الناس ضلال الواجب قال ابن تيمية قال أن يرد عليه بين الناس قال ولم تبقى له غيبة بعد ذلك فيمتى الحيطة دي؟ ده الفريق لكن هذا الجهل ما بيقروا ياخد العدس لالليلة بيقرأ كنتم محمد حسيني عقوب حدساني عقوب رجل أهبل ومبتدع خرج على الحاكم وطلع في السيريج فوق وقال للخوارج أحبوكم في الله ناس خوارج عشان يجوز الخروج عمرو خالد قال لهم الله زا تخرج معانا في ميدان التحرير قال رأيته بأم عيني يقول لهم أخوان مسلمين كلهم العدس لحد الليلة بيمدح في محمد حسيني عقوب يقول لك عشان يجي هنا يلقى الناس سلفين كتار طبعا ما دين بتاعتلون زول حرباي هناك في الغرطوب يقول محمد حسيني عقوب سلفي هنا يقول لك والله يقول سلفي لكن عنده أخطاء طبعا محمد حسيني عقوب ذاته لو اتصل بك الله يا عدس كيف تقول عنده أخطاء يقول للرسول قال كل بني آدم خطاء وغير الخطائين التوابون وأنت من بني آدم ده شغل بتاع احتيال ولف دوران نحن بفضل الله عارفينه كويس ما هي زول عنده أخطاء يا عدس في زول ما عنده أخطاء ده ما أرد يا زول ده ما أرد ولو دار تروز صحي صحي ورين أخطاء فيمت انت الحيطة دي أشان ما يلبس عليك أهل البدع الآن بيقوا ناس محتالين محتالين وما أي زول عنده لحية من أهل السنة ما أي زول عنده لحية من أهل السنة فما كلام ده كويس ولا في زول السمى بأهل السنة أو سلفي أو انصار سنة وجمعية كتابه سنة أو غيره يبقى هو طوال من أهل السنة نازل بيدعمهم ناس أخوان مسلمين يأكلهم كسرة جمعية الكتاب والسنة الخيرية البيدعمهم منه هسا الليلة بيدعمهم منه ودي المستندات قاعدة البيدعمهم منه بتدعم جمعية دار البر وده الظاهر كمان ما هو مخوف يا ربما كان أعظم جمعية دار البر شنو أخوان مسلمين عبد الرحمن حامد من جمعية الكتاب والسنة من أعظم مشايخهم درسنا عنده سنين واتخدعنا على يدين واتغشينا سنين كان يقول لنا لا تجالسوا أهل البدع إيه يا قد يبكي اختفى يومين اللي جنا قاعد في نص أهل البدع في الكويت أهل البدع دولين لعف الدور العالمي لأهل البدع شبت كيف بعش شويتين جايز هاي شنو وبرنامج طويل أخواننا لقو قال لي ده شنودة شبناك في الصور وإنت كنت بتحرم التصوير ومع أهل البدع كمان مصور قالت سكتوسكت ما تقول لهم دينا جمعية إحياء التراث كلهم دينا الحكومة لو سألوكم شوالي جرام ده كيف بعشوية شغلت كشفت وجات الإعلانات جمعية إحياء التراث الكويتية بمدينة الجهراء بالكويت عبد الرحمن حامد أهل نابت الدور العلمي الرابع كذا 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 خلاص اتكشف القضية كلها اتكشف زوال كان بيحذرنا من المشي مع أهل البدع لحد ما يبكي ونحن زادنا يبكينا معاه ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو فيما يروى فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا شنو يا جماعة قليل طيب ثم قال الطعن في العلماء في السؤال الطعن في العلماء ياتو علماء أنا داري ربعالم واحد من الجماعة دين هل العادسي أبان قصص ده قصص يحكي ليه قصة وراء قصة هل دهو العلم دهو العلم شفرنا مشينا وين ولقدنا واحد ده ده كله هو الساكد يا ناس والسلف الصالح كلهم كان بيزموا القصص دهو اللي بتاع قصص زي الحبوبة السلف كان بيردوا عليه وبيزموا الدين ده أهم شي فيه والتوحيد والتوحيد ما إلا في التماء بس توحيد ده في أي في الدنيا كلها في الدنيا كلها تمشي للصوفية تقول لهم ده شرك ودي بدعة ودعاء غير الله كفر وقال تعالى وقال رسول الله تبقى زون نجيد ذكر ما تتلون طيب فدل ما علماء ولا نعرفهم زون العالم أصلا أبدا أبدا بل ديل زي ما قال الشيخ ربيعي قال ورب السماء جماعة صار السنة المحمدية في السودان تقود أسرورية ورب السماء قال والآن صار السنة وجمعية الكتاب والسنة والصافية كلهم بيقوا حاجة شماعة حاجة واحدة العدسة الآن شغال مع أنصار السنة في كل محاضراتهم وفي كل مؤتمراتهم لا في معاهم شغال واحد واحد منهم وكذلك كل شيخ الجمعية وكل شيخ أنصار السنة ده البجاي وده البجاي واحد حتى نص الصافية الكامب يبدع أنصار السنة الآن معاهم ليه؟ لأنه كلهم اتفقوا بالحلبي الحلبي الذي ينكر أشياء علمت من الدين بالضرورة والذي يقول نتحاكم إلى الديمقراطية إلى الديمقراطية وده كفر بالله الجماعة الكل المتابعين وجابوا قريب ده واسجي بنا الروحيل إبراهيم الروحيل وده مهتدع بدعوا الشيخ عبيد الجابر العلامة معنا وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان